السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزات الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مالو الساد محمد البخاري يوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله كي يخص دائما سلسلة افتع قلبك للقرآن الكريم في رمضان مرحبا بكم مجددا وكنتمنى أنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقوا وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم وتزيدوا وتحفزوني إن شاء الله في هذه السلسلة الرمضانية اللي كنتمنى أنها تعجبكم اليوم إن شاء الله سندي الفيديو خاص بقراءة الثمن الأول في الحزب الخامس دائما من صورة البقرة من القرآن الكريم إذن بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ايدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الظلين آمين أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد ازتمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كبروا أولياؤهم الطاغوت أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم إذن هذه كانت قراءتي لثمن الأول من الحزب الخامس دائما من صورة البقرة من القرآن الكريم أتمنى أن تستحسن مسامعكم وأتمنى من العلي القدر أن يوفقكم وأن يسر طريقكم إن شاء الله افتحوا قلوبكم للقرآن الكريم في رمضان وفي غير رمضان ومرحبا بكم في هذه السلسلة الرمضانية التي قررت أن أبدأ فيها ابتداء من هذا الرمضان إن شاء الله سلسلة افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان أتمنى لكم مجددا رمضان مبارك سعيد يوم صيام مقبول اليوم الخامس من رمضان أعمال متقبل ومباركة إن شاء الله كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة